الدوليم إلى التوقيف العقيل إلى الأمن العام وجملات إلى الأهالي أعطانا الحقيقة حكاية أنه في خليف داخل الحكومة جولة عمائم الهيئة سعيا للتفويد وأطلق سراح وأخلي سبيل هذا الشباب ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه يوم أبو حمزي عند أبواب القصر حن الحديد وإنت ما حني قمة الحرص على وحدة الخليج تنطلق في قطر خيول هيئة العلماء المسلمين انطلقت في سباق وسطاء المخطفين الهيئة وافقت على القفز في الملعب المليء بالحواجز ولم يتبقى سوى موافقة دولة لبنانية المخطوفة والجهات الإرهابية الخاطفة من كلا الطرفين المعنيين بالملف لم يصدر أي تكليف بعد لكن شروط الهيئة وضعت على مقاس الخاطف مع إطلاق مناشدة للخاطفين بالتعاهد بعدم قتل أي أسير من العسكريين وأن تبقى المفاوضات سرية وتبعا لمواقف العلماء في خلال جولات الأمس فأن داعش والنصر قد يسيلوا لعبهما على التصريح اللاعبة في أوراق موقوفي سجن رومي من الإسلاميين والدعوات إلى إطلاق سراحهم هذه الدعوات تبناها النائب وليد جملاط لكن وفقا لمبدأ المقايضة من دون قيد أو شرط وهو ترجل إلى ساحة الأهالي في رياض الصلح قبل أن يلتقي وفد العلماء في كليمانسو زرع جملاط في نفوس أهالي المخطوفين بضع أمل لكنه وشاب الحكومة ولم يخرج ما في فمه من ماء عن تشرذم خلية الأزمة وآراء أعضائها المتباعدة الإرباك انسحب على التعامل مع ملف الموقوفتين طريقة البغدادي وزوجة الشيشاني إذ إن سجد دوليمي ستبقى موقوفة فيما سيطلق الأمن العام سراحة أم علي الشيشاني لعدم ثبوت ما يستوجب التوقيف واستكمالا للغموض علن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الدوليمي والعقيل موجودتان لدى الأمن العام وكل كلام غير ذلك يقصد به التشويش على المساعي والمفاوضات المكلف بها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم وسرعان ما صدر عن المكتب الأعلامي لوزير الداخلية تصحيح أوضح فيه أن الدوليمي صدر بحقها مذكرة توقيف عن القضاء وهي موقوفة في السجن أما العقيل فموجودة لدى الأمن العام على ضفة النصرة صدر أول تعليق بعد التباس الصورة وعدم نشر فيديو عملية تصفية الشهيد علي البزال ونفت الجبهة كل التحليلات التي شككت في الصورة وفرضية تركيبها مؤكدة مقتل علي ومستخدمة عبارات المحترفين في مهنة التصوير كما في مهنة القتل وقالت لمجلة جنوبية إن الحكومة ستبقى تشكك في حقيقة هذه الصورة كما شككت سابقا في مقتل الجندي محمد حمي وستبقى تشكك في باقي الجنود وتكون هي من قتلهم بمماطلتها وتعديها على النساء والأطفال على حد تعبير النصرة وفي هوامش يوم الأسر الطويل تسربت عائلة بهيج أبو حمزي إلى أبواب دارة جملاط تتوسل إليه الإفراج عن أسير آخر أرداه زعيم التقدمي سجينا في ضجيج النزاعات المالية لكن جملاط لم يشأ التعليق ولا الالتفات تاركا النزاع للقضاء الذي لا يخالف رغبات المدعي وفي خبر لا يكون على هامش أي حدث صدر عن القضاء اللبناني القرار الاتهامي في قضية استشهاد الزميل علي شعبان وفيه اتهام واضح للجيش السوري لكن من دون تمكن من تسمية مطلق النار بأسمائهم اصدار مذكرة توقيف في حق سجد دوليمي والنائب وليد جملاط يؤكد لأهالي العسكريين أن عرقلة المفاوضات تكمن في داخل الحكومة بعد تضارب المعلومات في شأن إطلاق سراح طليقة أبو بكر البغدادي الموقوفة سجد دوليمي وولديها هي وزوجة أحد قادة النصرى أبو علي الشيشاني علا العقيلي وتسليمهم للأمن العام اللبناني عاش الشارع انقساما بين من استفزه الخبر وأهالي ظنوا أن إطلاق سراحها يعني أن صفقة تبادل تلوح في الأفق لكن الخبر سرعان ما نفاه مصدر في المحكمة العسكرية في اتصال بالجديد وقال إن الأنباء عن إطلاق سراح سجد دوليمي غير صحيحة مؤكدا إصدار مذكرة توقيف في حقها أما العقيلي فقد جرى تسليمها للأمن العام اللبناني لعدم وجود ملف لها لدى القضاء اللبناني يتطلب ملاحقتها وتوقيفها وكل ما في الأمر أنها زوجة الشيشاني لكن الأهالي الذين أحبطت معنوياتهم عندما جرى نفي الخبر أعطت بعضهم زيارة مفاجئة للنائب وليد جملاط جرعة أمل وأوضح في تصريح بعد زيارة قصيرة إلى أهالي العسكريين أن موقفهم من القضية واضح كموقف رئيس مجلس النواب نبيه بر المتمثل بالمقايدة دون قيد أو شرط وأكد أنه يؤيد تكليف هيئة العلماء المسلمين بالتفاوض مع الخاطفين من أجل المقايدة إعادة والجملاط عطانا الحقيقة حكاية أنه في خلاف داخل الحكومة على المبدأ المقايدة وهو مع المقايدة بجميع أشكالها ونحن نتأمل منه خير يتبعنا الموضوع لأنه مع كل أسف وزراء الباقيين مش سألنين ولا كعدونه دم الأولادنا بيعنيلون برأيك الزيارة أتت بإطار أنه كان في وقت الوزير أبو فعود بطل يتدخر بالملف وليس شو سبب الزيارة له هلأ قوة جلعنا زيارة تضامنية ما بعتقد ما حدا بيقلق يوقفه عن عمله مع الوزير لأنه هاي قضية إنسانية لعب يتدخل مع الوزير كان بقضية إنسانية ما عب يتدخل ليبرز وجهها نحن منعده كان لقائب صحيح أنه كان لقائب مختطف سريع بس فينا نقول اطمننا بشغلية وشغلتين ما نطمننا منها اطمننا بشغلية أنه لحي يجع يكلف الوزير والفعور عشي في حال اجتمعوا هيئة العلماء المسلمين بس في شغلية ما اطمننا فيها بالنسبة لهالحكومة هاللي قال إنه في أحد من هالحكومة هنه هل المعارضين ومش موافقين فينا نقول إنه هالحكومة بعدها كلها كذابة ومش رايدي تمشي به هالملف وفي البعض منهم قال بدون ما يسمي قال هو إنه في ناس معرقلين هالملف ما طمننا بشي بأي بالنسبة للملف العسكري ما طمننا شيء ما عطنا شيء تطمينة نهائيا لا يتفقوا هني بعضهم ساوه مع الوزراء كله ساعة بيعطينا تطمينات ما عطنا شيء تطمينة مرتحتو تخلي خلافاتهم عجانب ما يتدبح أولادنا فوق إلا إذا كان عندنا يتدبح الأولاد تبعث لنا هني لحتى تكعرنا من الساحات من هنا ما لح يكون يحصل أمر خير إذا بعد بيروح والد وهنا أتى الخبر اليقين في نظر الأهالي أن التعقيد آت من داخل الحكومة غير المتفقة على صيغة أو حل هيئة العلماء المسلمين تجول على القيادات الأمنية والسياسية لتسويق نفسها مفاوضاً بديلاً من القطري وتناشد إرهابي القلمون التعهد بوقف قتل العسكريين جولة ماراتونية لهيئة العلماء المسلمين لعرض خدماتها في شأن التفاوض لإطلاق العسكريين بدأتها أمنياً من لقاء جمعها بالمندير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتنتقل بعد ذلك إلى المقر العام لقوى الأمن الداخلي حيث التقت المدير العام للمؤسسة اللواء إبراهيم بسبوس الشيخ سالم الرافع رئيس الهيئة وبعيد لقائه وزير العدل أشرف ريفي ربط بين استمرار سجن الموقفين الإسلاميين وخطف العسكريين منتقداً استمرار حصار عرسال وما سماه ظلم شباب السنة ولو أن الأمور كانت في نصابها منذ أول أمر وأطلق سراح وأخلي سبيل هذا الشباب ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من ملف عسكريين لبنانيين مختطفين في القلمون السورية هذه نحية وركزنا على مسألات المداهمات العشوائية التي تطال الشباب خاصة الشباب أهل السنة وفد الهيئة انتقل إلى وزارة الداخلية والتقى الوزير نهاد المشنوق ليناشد من منبارها مواصفهم بالمسلحين في جرود عرسال بأن يعطوا تعهداً بأن لا يجري قتل أي من العسكريين بعد اليوم أناشد المسلحين في جرود القلمون بأن يعطوا لهيئة علماء المسلمين تعهداً بأن لا يتم قتل أي عسكري بعد اليوم وتبقى المفاوضات سائرة واستكمل ما شيخ علماء المسلمين جولتهم فالتقوا الرئيس السابق نجيب ميقاتي الذي دعم مسع الهيئة وأيد التفاوض ثم انتقلوا بعد ذلك والتقوا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط فضل مثل ما قال الشيخ سالم أن يكون هناك تفويد رسمي كي لا نتورط في المجهول وكي لا يتورط أيضاً سابقاً يعني كاد أن يقتل الشيخ سالم في مهمته علينا أن لا ننسى هذا الأمر وأيضاً وضعوني الإخوان بهذه العلماء أن هناك طبعاً حالات شدة من التعذيب يعني للمعتقلين وهذا أمر غير مقبول ومساءً اختتم وفد العلماء المسلمين جولتهم بزيارة أهل العسكريين المختطفين في رياض الصلح حباناً نحمي أعضاء اللي هي أن يكون تفويد رسمي الحكومة حتى ما يؤدي بعضك إلى فشل لا يقدر له المفاوضات ويقولوا السبب أنه اللي هيئة تدخلت بدون إذننا وبدون علمنا الأمر الثاني أردنا أن نأخذ الشرط الثاني أنه يكون جدية من الدولة في موضوع المقايضة يعني إذا كان الموضوع أنه يتفضلوا يا ما الشيخ وعملوا مبادرة ويطلعوا وينزلوا بس ما عندهم نية يأطوا أحد معناته ما بدنا نحن نضحق على الناس قولوا من الأول ما بدنا فما بدنا نكون نحن مجرد غطاء نمرر به الوقت ونغركم ونوهبكم أنه هناك في حال وما يكون في حال لذلك هذا الشرط الثاني كان من أجل إنجاح المفاوضات لأجج كل الأمور قضية اعتقال الأختان ساجة وعلا الآن هذه المسألة يعني ما كانت مناسبة في التوقيت أبدا حتى لو كان البنتان مطلوبتان كان الأصل الأمر يتم سران حتى ما يستفز الغاطفون وبذلك يكون مسأل علماء رهن بموافقة جميع مكونات الحكومة حتى تصبح المساعي سارية المفهول إرهابيوا داعش والنصرى مقاتلون غير الشرعيين فكيف يحكمون وكيف تجري مفاوضتهم وفق الاتفاقيات الدولية في حال اختطافهم عسكريين تحقيق نوال بري لا أحكام بالأعدام ولا صفقة تبادل ولا من يحزنون هذه حال الحكومة اللبنانية اليوم تخبط تباعد وتضارب في الأولويات والمصالح بين أعضائها ولأن هذا الملف الأمنية ألقي على الحكومة فإن أرواح عسكريين اليوم رهن توافقها ولكن وفي عصر أصبح فيه الإرهابي على عتبة وطننا فإن على الدولة وضع استراتيجية صارمة لمكافحته ومقاتلته ومحاسبته اللواء الركن المتقاعد اللبناني ونائب رئيس الأركان العمليات في الجيش اللبناني عبد الرحمن شحيتلي يشرح السبل جعل ملف هؤلاء المقاتلين غير الشرعيين بيد المؤسسة العسكرية وأعطائها قرار الحسم دائما وليس في ملف العسكريين فقط لحتى الدولة تقدر تفاوض بدأ تظهر من موضوع المنطق اللي ماشي فيه وهو منطق العدلي وتفوت بالموضوع أنه هنا في حرب دولة أم تحارب إرهاب هادي بالقانون الدولي اسمهم أنلوفال كومبتنت يعني مؤاتلين غير شرعيين فالدول تعاطت معهم والأسف يعني إسرائيل عملت قانون خاص فيها للتعاطي مع هكي حالات وفيه دول تاني أمريكا وغيرها عملوا قوانين خاصة لهكي حالات اللي هو فيها بينعمل قانون خاص بيعطي الجيش وبيعطي قائد الجيش كافة الصلاحيات لأنشاء محاكم خاصة بهكي حالات للتعاول مع الأنوفال كومبتنت لا تطبق عليه الأمور العدلية التي تطبق عادة على المدنيين ولا تطبق عليه الأمور التي تطبق على المقاتلين لهن بأمن وحماية يعني محاكم غير معروفة تنشأ داخل المؤسسات العسكرية ما منعرف ومقاعة كبيرا ما منعرف ومقاعة ولا من القضاة ولا مين شيء ولا يحظى بالحماية القانونية لأنه محام يدافع عنه وهالشي هذا منصوص عنه أنه هو بيستطيع أنه يخذه فيه قرارات دون الرجوع إلى المحاكم المدنية والأضايا العدلية بس يكون في هكي محاكم بيقدروا يعدموا وبيقدروا يتركوا وبيقدروا يحبسوا بدون الرجوع إلى السلطة العدلية والمحاكم العدلية بما فيها عملية التبادل في حال الجيش مضطر لحتى يجيب أسرة أنه يبادل فيهم ساعتها منفوت بحل معهم خط أحمر تعدموا واحد نعدم عشرة بدكن نفوت بالتفاوض بتوقفوا أعدام بس تعدموا منعدم ولأن قرارا كهذا بحاجة إلى سلطة سياسية تملك الجرأة على تحييد الأمن عن السياسة فإن لا بد من أن نسأل عن حل أكثر وقعية على المدى القريب وهو الحسم العسكري إذا توفرت الإمكانيات إذا ريحوا بالدخل للجيش يستطيع الجيش الجيش لديه الإمكانيات والكفاءة أن يستطيع أن يكون بعملية على صعيد فوج ينقلوا خرج حدوده إذا أمنوا له إمكانية الاستطلاع وإمكانية النقل القيام بكومندوس تنقل على المنطقة؟ لدينا الكومندوس الأشخاص كافيين بدنا للتجهيزات بدنا الأقمار الاصطناعية اللي زدتين فوق المنطقة هونيك الأمريكان تزود مباشرة الجيش اللبناني يومياً تزود مباشرة بالمعلومات بدون تكون قادرين نأمن المنطقة بالدعم الناري الدعم الناري يعني يكون مفتح لنا عملية الزخيرة مئة أب دولار حق كل طلقاً نطلقاً إحنا من الجو يعني مكلفي جداً ويؤكد اللواء شحيط لأن المفاوضات يمكن أن تتزامن وعمليات عسكرية للجيش اللبناني لفرض سلطته على الأرض وفرض شروطه تالياً ولكن المشكلة اليوم ليست في إيجاد الحلول بل في إيجاد نية التوصل إلى حل لا يرضي جميع الأطراف السياسية بل يعيد العسكريين بعد عامين وثمانية أشهر على استشهاد الزميل الصحفي علي شعبان المحكمة العسكرية تصدر قرارها لتهامي وأخيراً وضعت قضية الشهيد علي شعبان على السكة الفاعلة من خلال صدور اتهام واضح وصريح عن قاد التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة في حق عناصر مجهولة من الجيش السوري وتفاصيل القرار تشير إلى أنه بعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 8007 على 2012 وعلى مطالعة مفوض الحكومة المعاون تاريخ 19-2014 وعلى جميع الأوراق تبين أنه أسند إلى عناصر مجهولة الاسم من الجيش السوري وكل ما يظهره التحقيق بأنه في وادي خالد وعلى الحدود الشمالية مع سوريا وبتاريخ 9-4-2012 أقدموا على إطلاق النار قصداً على فريق إعلامي من تليفزيون جديد مؤلف من علي شعبان وعبد العظيم خياط وحسين خريس يرافقهم المدعو جمال الأحمد عندما كانوا في مهمة تحقيق صحفي مصور ما أدى إلى قتل المغدور علي شعبان بطلق الناري وإلى محاولة قتل الآخرين وفي الوقائع بحسب قرار أبو غيدة فإنه في اليوم التالي لتعرض الأراضي اللبنانية لقذائف عديدة مصدرها قريتا لمشيرفي والعرموطة السوريتان توجه فريق من تليفزيون جديد إلى تلك المنطقة لإجراء تحقيق صحفي كانت محطتهم الأولى منزل مختار بلدة الهيشي محمد الأحمد الذي أرسل معهم شقيقه الشاهد جمال الأحمد لدلالتهم وإرشادهم إلى المكان المقصود القاضي أبو غيدة أشار إلى أن فريق الجديد صور في قرية لمشيرفي ثم انتقل إلى مكان مقابل لقرية العرموطة لتصويرها وترجل من سيارته وعندما بدأ الخياط بالتصوير باتجاه الأراضي السورية حضر على الفور ثلاثة عناصر مسلحة من حرس الحدود الهجانة عرفوا بأنفسهم ومهمتهم فرحب بهم هؤلاء العناصر قائلين أهلا وسهلا وما هي إلا دقائق حتى بدأ إطلاق النار من الأراضي السورية فاستدار عناصر الهجانة الثلاثة وراحوا يلوحون بأيديهم نحو مصدر النيران من دون جدوى عند ذلك حاول شعبان الرجوع بالسيارة وصعد معه الخياط والأحمد واختبأ خريس بمكان منخفض وفي خلال تراجع السيارة سمع علي شعبان يصرخ آخ ثم اصطدم مقدم السيارة بعمود ونزل منها عبدالعظيم وجمال انبطاحا وزحفا إلى المكان المنخفض الذي كان يختبئ فيه حسين وبعد دقائق حاول عبدالعظيم سحب علي من السيارة وأخرجه منها كما قام جمال بالاتصال بشقيقه المختار الذي أبلغ مخابرات الجيش وأشار أبو غيدة إلى أنه تبين أن السيارة أصيبت بـ 73 رصاصة كما تبين وجود نقطتين مشرفتين على مكان الحادث الأولى تقع شمالا في مقابل معبر شهيرة وهي النقطة التي أطلقت النار منها على مقدم السيارة اليمين وأصيب بإحداها المرحوم علي شعبان وأدت إلى مقتله والثانية تقع جنوبا في مقابل المبنى المعروف بالشركة المتحدة ومنها أطلق النار باتجاه يمين السيارة حيث يختبئ فريق الجديد ويضيف قرار القاضي أبو غيدة حيث أن التحقيقات المجرات لم تتوصل إلى معرفة هويات مطلق النار قرر القاضي أبو غيدة تصطير مذكرة تحر دائم لمعرفة مطلق النار على فريق الجديد وقتل المرحوم علي شعبان وبيان كامل هوياتهم وفداني من آل أبو حمزي يقصدان كليمانسو للقاء النائب وليد جملاط بعد قرار قضائي قضى بنقل رجل الأعمال بهيج أبو حمزي من المستشفى إلى سجن رومي وعلى الرغم من انتظار الوفد النسائي ساعات طويلة إلا أن جملاط رفض استقبالهم مكتفيا بالقول أن القضاء سيأخذ مجرى للمرة الأولى منذ انفجار الأزمة بين النائب وليد جملاط ووكيل أعماله بهيج أبو حمزي قبل ثمانية أشهر قصد وفد من آل أبو حمزي كليمانسو في محاولة للقاء جملاط علّه يقنعه بإبقاء ابنهم الموقوف في المستشفى حيث يخضع للعلاج بدلا من نقله إلى سجن رومي وكان قد صدر قرار قضائي قضى بنقله إلى السجن بعد صدور الحكم عليه في قضية نادي الصفى الرياضي فيما لا يزال التحقيق جاريا في شأن الدعاوى المرفوعة عليه من جملاط القضاء يأخذ الشباب القضاء هذا أمر مرضوprechen يعني القضاء جلالنا للحياتنا الحالة عينها تكررت مع وفد آخر مؤلف من أشقاء أبو حمزي كان قد زار كليموصو صباحا وكان جوابه جملات خلي القانون يأخذ مجرأ وأنه يريد استعادة أمواله وأموال أولاده صراحة اجر جال الصباح كرمالة يحكوا معه أنه هذا الزلم قلبه ما بقى بيتحمل أنه لشو بده ياخده على رومي يعطي مجال بس شوية يقعد هوية يحكي هوية اللي عاش 33 سنة معه وعب يشتغله وعم يعمله وعم يركضه ويوصل الليل بالنهار ما قلوا انتمن هاوضي طييد ما في وقت ش ساعة يقعد معه يحكي معه أنه هاكي بتتعامل العالم هاكي بتتعامل أولاد البيوت بعدما عندنا زعيم غيره هو يا لعند مين ما نروح؟ لعند مين ما نروح؟ نحن من الأول لقله وبعدنا لقله رح نضل لقله ما من روح أنت حدا تاني ولا منساوي مع له بقى هو كمان واجبته يقف معنا يقف معنا ويسمع لنا بالدرجة الأولى بدي أقول أنه هيدا كله ظلم باية بريق ما عامل شي باية مريض وبهذا القرار اللي عم يطلعوه هدا هدا حق يعني اعدام عن جدا اعدام بادن يقتلوا لبي يعني احمل مريض ما بيتحمل فوق ما أنه بريق فوق ما أنه صلوا ثمنت شهور بريق وقعد بالمستشفى خمس رسيرات صار عامل يعني لوين من نروح لوين واصلين بدي طالب أول شي يخد يعني ما يتدخلوا بالقضاء أول شهلة تاني شهلة صار طالع بريق بأربع بأربع أضايا يعني أنه حالكم تفهموا بي بريق ما أقايز حدا وهيك عم يقتلوه عم يحرموني من بي هيك إذا بيكملوا هيك عم يقتلوا لي بي ما تطلب من وليد جملاط اليوم تاجيتي لعنده لأنه بعد 8 شهر تعرف أنه بي مريد بي مبي تحمل يطلع على رومي بي مريد يعني إذا عم تبعته عم تقتله يعني عم يحرمني من بي هو بيردأ أنه يحرم بنته منه بيردأ أنه حدا يحرم بنته منه بيردأ أنه حدا يحرم بنته منه وأكد أفراد العائلة براءة بهيج أبو حمزي متهمين أشخاصا متضررين من العلاقة بينه وبين جملاط وقاموا بتلفيق الملفات والتهم له مشيرين إلى أنهم قادرون على القيام باعتصام مفتوح لكنهم يريدون رحمة البيك لكون الوضع الصحي لأبو حمزي متدهورا ولا يستطيع احتمال السجن أهلا بكم من جديد غيب الموت مساء أمس جوزفين بطرس أيوب الكلاب والدة الرئيس السابق العماد ميشيل سليمان ومحافظ البقاع القاضي أنتوان سليمان عن عمر يناهز الثماني وثمانين عاما في مستشفى سيدة مارتين في جبيل وستقام مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس في مسقط رأسها في عمشيت نصحنا بأن لا يبقى في لبنان حميدي يواصل جلسات الشرح والدفاع يبدأ بقصف الجبهة قانونيا كنت عم بتطلع بالدفاع بسلك الدفاع بقول حرام عليكم دفاع حيكم جرمي هذه الكلمات التي قالها النائب الممدد قبل نحو سنة من تاريخ اليوم اضطرت محام الدفاع إلى العودة إليها في خلال إدلاء حميدي بشهادته والهدف من هذه العودة تذكير حميدي أن أولئك الذين وصفهم بالقتل غير مرة لا يزالون أبرياء حتى تجري إدانتهم وبالتالي أود أن أكرر وأذكر أننا نحن هنا ندافع عن متهمين وهم في نظر العدالة وحتى هذه المرحلة يعتبرون بريئين حتى أثبات العكس لكن التذكير هذا لم يعجب قاد غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد ري فما كان منه إلا توقيف محام دفاع أنتوان قرقماز غير مرة سائلا إياه عن جد واستحضار أقوال قال هحماد خارج قاعة المحكمة وبنبرة لم تخل من الحدة والغضب القادرة على أي أساس أنت تقول أنه في هذه المحكمة تكون لديك انطباع بأن المتهمين سبقوا وأدينوا تعني أفهم ما تقول أنت تذكر القضاة الخمسة بقرينة البراءة هل هذا ما تفعله هل تظن أننا لا نعرف بوجود هذا المبدأ أنت هنا لتذكرنا بوجود قرينة البراءة عندما تقف هنا أمام قاعة المحكمة في كل مرة حاول قرقماز شرح ضرورة توضيح المسألة لحماده كان رادو ديفيد ري أكثر قسوة ردود متتالية دفعته في نهاية الأمر إلى تأجيل الجلسة لمناقشة ما حدث فيما بدى وكأنه محاولة لحماية حماده كي لا تحشره هيئة دفاع لكن أحمده كان قد أحرج من الأساس بعدما طلب إليه أن يتكلم عن نظرة الحريري إلى النظام السوري والرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الحريري وآخرين لا يعتبرون نظام الأسد في سوريا على أنه يمتلك القضية العربية ويرعاها أن مقاربة النظام السوري للقضية العربية لطالما كان يهدف إلى خدمة النظام السوري وليس القضية العربية فما كان من محام دفاع إلا أن عرض رسالة تعزية كان قد بعث بها الحريري إلى الرئيس السوري عام 2004 معزيا بوفاة عمه أود أن أقرأ الاقتباس فيما يتعلق ببرقية الرئيس الحريري إذن تقول ببرقية الرئيس الحريري أنني إذ أعرب لشادتكم عن تعازية الحارة وأطلب منكم وأتقدم بالتعازي وأدعو الله أن يحفظكم ويرعاكم لتبقوا خير من يحمل رسالة فقيدنا الكبير المرحوم حافظ الأسد في نهاية الجلسة عرض محام دفاع لائحة أرقام كان رقم حمادي من ضمنها ويظهر استخدامه من قبله على الرغم من قول حمادي إنه توقف عن ذلك بعد محاولة اغتياله بسبب تضرر الرقم من جراء التفجير ما شكل مفاجأة استدعت من حمادي طلب إجراء تحقيق في موضوع اتصالات بنت المحكمة أسستها مها عليه إن سمح لي حضرة القاضي إن تحدثنا عن الفترة من الأول من كانون ثاني يناير عام 2005 هذه هي الفترة الوحيدة التي أصبح الرقم يتلقى الاتصالات أي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من وقوع محاولة الاغتيال والتوقف عن استعمال هذا الرقم وهنا لابد من إجراء تحقيقين كان من الممكن أن تنتهي جلسة استجواب حمادي بمفاجأة واحدة اليوم وهي استدعاء النائب الممدد وليد جمبلاط والصحفي علي حمادي إلى الاستجواب إلا أن المحكمة واحمدي كان لهما رأي مختلف الموفد الفرنسي إلى لبنان يواصل جولته على المسؤولين في مسعى فرنسي لإخراج البلاد من مأزق الفراغ الرئاسي عرض رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان مع موفد وزير الخارجية الفرنسي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمالية أفريقيا جون فرانسواجيرو الأوضاع العامة والتطورات اللبنانية لا سيما لاستحقاق الرئاسي إلا ذلك أبدى الموفد الفرنسي قلق بلاده على الوضع من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية ودعمها لانتخاب الرئيس الجمهورية في أقرب مهلا داعيا إلى الإفادة من الجو الملائم لدى بعض الدول المؤثرة جروا في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين نزر الرئيس أميل جميل الذي شدد على الشلل التي تعانيه المؤسسات كافة بفعل الشغول الرئاسي الذي دخل شهره السابع بحثنا أساسا بموضوع الرئيس الجمهوري ونحن مرتاحين للدور الفرنسي ولولا ما عندهم هني شوية تطمينات من بعض الأفريقاء المعنيين بالشأن اللبناني والمؤثرين على هذا المصار لما كانوا قيموا بهالمبادرة فالمبادرة هذه بتشجعنا حتى كذلك أمر نحن كلبنانيين نوع مسؤوليتنا وكذلك أمر نبدل كل المساعي حتى نحرك مصار رئيسة الجمهورية ومن بيت الكتائب في الصيف توجه المفهد الفرنسي إلى الأشرفية حيث التقى رئيسة أيار المردة النائب الممدد سليمين فرنجي بحضور السفير الفرنسي باتريس باولي وجرى عرض لآخر المساجدات المحلية والإقليمية وزار المفهد الفرنسي مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي وكان نقاش في ملف رئيسة الجمهورية والمساعي الفرنسية في هذا الشأن لفت رئيس تكتل تغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون إلى أن اتفاق الطائف لا يطبق وليس هناك من مناصفة في مجلس النواب وليس هناك شراكة ولا قانون انتخاب يحترم واثقة الوفاق الوطني ولا تطبيق البنود الأساسية في اتفاق الطائف معتبرا أن اتفاق الطائف لا يبقى مستمرا إذا لم تحترم بنوده فإذا المشكلة عندنا نحن مش مشكلة انتخاب شخصة رئيسة الجمهورية المشكلة عندنا هي انتخاب جمهورية وبقاء جمهورية وعلى هالأساس مستعد فاوض مين مكان وإلا أنا باقي بالمعركة حتى يبل باستمرار هالوضع لا سلطة مركزية محترمة ولا سلطة مالية محترمة ولا في شيء محترم وكل أونين بيضغطوا فيها حتى يأخذوا قرارات بشكل قانوني ولكن كل الناس ما عند السائف القانونية أهلا من جديد أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية قمتها التي انعقدت في الدوحة دعمها التام لمصر ولرئيسها عبدالفتاح السيسي وتضمن البيان الختمي للقمة الخليجية إدانة صريحة وواضحة لجراء النظام الأسد بحق السوريين وأيد كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب وكانت القمة الخليجية افتتحت أعمالها أمس بعد عودة المياه إلى مجاريها بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى وإلى الدوحة عادوا واجتمعوا زعماء الخليج إلى قطر در حيث انطلقت القمة الخامسة والثلاثون لدول مجلس التعاون الخليجي على أنقاض الخلافات الخليجية القطرية تعلمنا التجارب الأخيرة أن لا نسرع في تحويل الخلاف في اجتهادات السياسية وفي تقدير الموقف السياسي والتي قد تنشأ حتى بين القادة إلى خلافات تمس قطاعات اجتماعية واقتصادية وإعلامية وغيرها فإذا لم تستمر آليات التعاون والتعاضد ومؤسساتهما بالعمل في مراحل الاختلاف بالرأي فهذا يعني أننا لن ننجح في إرساء أسس متينة لهذه المنظمة بعد وإذا لم تكن علاقات شعوبنا الأخوية مفروغا منها حتى في مراحل الأزمات فهذا يعني أن يبغى مجلس التعاون جسما فوقيا ينعقد اجتماع مجلسنا اليوم على أرض دولة قطر الشقيقة في دورته الخامسة والثلاثين بعد عام من انعقاد آخر دورة الله في دولة الكويت عشنا خلاله قلقا وتخوفا على مسيرة مجلسنا المباركة دفعنا لنعمل بكل الجد والاجتهاد للحفاظ على هذه المسيرة وصيانة مكاسبها في ظل ظروف إقليمية ودولية فالقة التقة جعلت من غلقنا مشروعا وتخوفنا مباركة وانعكست على مسيرة عملنا المشترك وادخلته في حسابات كادت أن تعصر به وتنال من كياننا الخليجي الذي بات يمثل الأمل والرجاء لأبناء دول المجلس يذكر أن القمة كانت مهددة بعدم الانعقاد بعد الخلافات الحادة التي نشبت بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى حتى بات مجلس التعاون برمته مهدد على الرغم من الجولات المكوكية لأمير الكويت بغية تهديئة الخواطر وأتت قمة الرياضة الاستثنائية لتنهي الخلافة الخليجية القطري من خلال قرار إعادة سفراء الإمارات والسعودية والبحرين إلى قطر تفجيران في قريتين شعيتين في البحرين ووزارة الخارجية البحرينية تتهم حزب الله بالوقوف خلفهما تهمت الخارجية البحرينية حزب الله بالوقوف خلف تفجير وقع في قرية كرزكان الشعية غرب المنامة وأسفر عن مقتل مواطن بحريني وإصابة آخرين بجروح بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة عبر تويتر ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من مقتل شرطي بحريني تعرض وفق السلطات لعمل إرهابي في قرية دمستان الشعية المجاورة وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تبشر إجراءاتها في الموقع ولم يصدر أي تفاصيل أخرى عن وزارة الداخلية واتهم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة في حسابه على موقع تويتر حزب الله بالوقوف وراء التفجير الذي أودى بحياة الشرطي وسارعت حركة الوفاق التي كانت قد حذرت من أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لن تساعد على إخراج البحرين من أزمتها السياسية إلى إدانة الهجوم في دمستان مؤكدة رفضها القاطع لأعمال العنف وبعيدا عن السياسة والأمن نباتات لبنان المنقرضة والنادرة والمنتشرة بوفرة في الجامعة اللبنانية ليس هو أي متحف تفتتحه كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في الحدث بل هو معشب بحثي في علوم الحياة والصحة يضم جميع نباتات لبنان وأشجاره بما فيها المنقرضة والفضل يعود إلى الزوجين جوج وهنريد طامي الذين وبعدما أتلفت الحرب اللبنانية المعشب الذي كان يشرف عليه المجلس الوطني للبحوث العلمية اتفقا على إقامة معشب جديد يضم كل نباتات لبنان وأشجاره ويكون مرجعا للباحثين في حقل علم النبات فجلا في كل لبنان من الحدود الشمالية إلى الشرقية فالجنوبية وعلى الشواطئ لسنوات وعد تكامل المعشب الموضب في منزلهما قدماه إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية فوافق مجلس الوزراء على قبول هذه الهبة ونقله إلى كلية العلوم هذا بأسس لمختبر بحث غايف الأهمية وهو يشكل أيضا متحفا وطنيا بانتياز لأنه يحتوي على كل نباتات لبنان وللأسف العديد منها هو قد انقرض أو يتجه إلى انقراض على الأقل نحن نحفظ في هذا المعشب جزء من حضارتنا وجزء من بيئتنا من تاريخ بيئتنا لكي نبني عليه في المستقبل لنعرف شو كان عمل ينتج عنا أعشاب ونباتات وكيف نتيجة الحضارة المعاصرة هذه الأعشاب وهذه النباتات قد أزيلت واختفت وقد جال تكريم طعم وزوجته وهو عميد صابق لكلية العلوم وافتتح أيضا المختبر البحثي في اختصاص علوم الحياة والصحة الذي يجري أبحاثا متعلقة بالمناعة والخلايا الجذعية والأمراض السرطانية والآن إلى أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الأربعة عشرة كانون الأول 2014 ونبدأ بالنهار مئة يوم للبنان بلا رئيس للدولة لا تفويد رسميا لهيئة علماء المسلمين القمة الخليجية لاجتفاث جذور الإرهاب حل سياسي لسوريا ودعم للسيسي ننتقل إلى السفير قضية العسكريين أمام سقوف متفاوتة للمقايضة عون يرفع مهره الرئاسة أو طائف جديد خط إسرائيل قبرص إيطاليا الطاقة تعيد رسم التحالفات الإقليمية ننتقل إلى عنوين الأخبار نحو تنظيم أوضاع سجن رومي وهيئة العلماء تتبنى مطالب الإرهابيين وسطاء أم خاطفون الأخبار تحاور الشيشاني في عنوين الأنوار هيئة العلماء تبلغنا استعداد الحكومة للمقايضة وأطلاق موقوفين القمة الخليجية في الدوحة تؤكد الالتزام بمحاربة الإرهاب والتطرف برنامج الأغذية الدولية استأنفوا مساعدة النازحين السوريين المحكمة الدولية تقرر الاستماع لجملات ننتقل إلى الديار وفيها مبادرة العلماء المسلمين انتهت مع توقيف الدوليمي وجملات المزايدات تمنع التفاوض ضباط أمنيون أمريكيون حذروا من الإمارة المتطرفة في رومي وعين الحلوي الموفد الفرنسي لا يحمل أي مبادرة رئاسية وبر الحوار قبل نهاية الشهر الموت غيب والدة الرئيس ميشيل سليمان في المستقبل دعم روسي فرنسي لرئيس توافقي يلتزم إعلان بعبد وعون يعلن الجهادة ضد التدخل الخارجي بري عن المقايضة غير متفق مع جملات على التفاصيل رئيس التقدمي وعلي حميدي ينضمان إلى قائمة شهود الدفاع السياسي انطلاقة متعثرة للدفاع في الاستجواب المضاد لحميدي في عنوين البناء إيران والعراق وسوريا لتشكيل مجلس تنسيق أمني اقتصادي جيرو يحمل اسمي غانم وسليم للرئاسة ويحظى بدعم جملات لبنان بين دعوة أبو فعور لتفويد هيئة العلماء ودعوة أهل الشهيد البزال للحسم تسوية الرئاسة سباق بين رؤيتين القاهرة وباريس للرئيس العتيد بالانتقال إلى اللواء نصف حال حالة تمهد للتفاوض وخلية الأزمة تطيح جلسة مجلس الوزراء المشنوق يحسم اللغطة حول الدليم وعقيل وهيئة العلماء تطالب الخاطفين بتعاهد بوقف القتل قمة الدوحة إجماع تام على دعم مصر وإدانة جرائم الأسد في عنوين البلد لهذا اليوم الجلسة 16 على طريق بعبدة وتفويد ملتبس للعلماء دمستورا يسوق هدنة حلب وقطر لمواجهة الإرهاب بغداد تطالب التحالف بتكثيف غاراته في الجمهورية الأقطاب الموارنة في بكيركي موقف الدعارة تخطو 600 ننتقل إلى الحياة شددت على دعمها الكامل لمصر وبرنامج السيسي ودعت إلى تحقيق الاتحاد القمة الخليجية تؤسس مرحلة مواجهة التحديات مجلس الشيوخ يدين حرب بوش على الإرهاب ليبيا من الفشل إلى الإفلاس وأخيرا مع الشرق الأوسط الأمير سلمان يدعو لتكاتف دول المجلس لحماية مكتسبات شعوبها أمير قطر دعوة خدم الحرمين الشريفين للاتحاد الخليجي ستظل هدفا ساميا من الدوحة دول الخليج تدعم مصر وتقر شرطة وقوة بحرية مشتركة قادة الخليج أكد دعمهم لخريطة طريق السيسي التصدي للإرهاب بكل صوره الدعوة إلى انسحاب الحوثيين المطاربة بدولة فلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب السوري وفي ختم نشرتنا نذكركم بأبرز العنوين كان في النشرة الدليمي إلى التوقيف العقيل إلى الأمن العام وجملات إلى الأهالي جولة عمائم الهيئة سعيا للتفويض وأطلق سراح وأخلي سبيل هذا الشباب ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه يوم أبو حمزي عند أبواب القصر حن الحديد وإنت ما حنيت وكانت في النشرة قمة الحرص على وحدة الخليج في قطر ختم نشرتنا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء عند العاشرة والنصف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة